شهدت محافظات جنوب العراق إضرابا طلابيا عن الدوام في المدارس والجامعات رفضا لتكليف محمد علاوي بالأشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وعجاب الطلاب شوارع المدن حاملين لأفاتات تطالب بانتخاب شخصية يتم ترشيحها من قبل ساحات التظاهر حصرا ومنذ مطلع اكتوبر العام الماضي يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة تخللتها اعمال عمف خلفت اكثر من ستة ستمائة قتيل وفقا لرئيس البلاد برهم صالح ومنظمات العفو الدولية قبل كسل مطلب رئيس رئيس حرية وكرامة بهذا البلد وريد حقوقنا من خيرات هذا البلد قبل لا نطالب تعليم وقبل لا نطالب ابسط الحقوق اللي نستحقها اهدافنا واضحة انتخابات مبكرة رئيس وزراء غير جدلي هذه الطلبة اليوم اذا كانت هذه المسيرة اليوم فيها ألف طالب في المسيرات المقبلة ستشهد آلاف الطلبة